ساعة فقط على آخر أجال طعوني قائمة السكن الاجتماعي بباطنا ليبقى مصير هذه الطوابير معلقا لحين إشعار آخر على ظوء أن قائمة 1421 سكنا هي آخر قوائم السوسيال بباطنا حقرونا قاعدين نطعجونا دار لدوار للدوار للناس دون دون سكنا حقرونا مديناج ونخرجونا يردب أرانا محكورين ما عنديش الكتاف ما عندي الكتاف لا لا صوارد ما عنديش شرشوه مش نمد أنا نسل 18 مئة عندي بنتي زايدة 93 علامة ما لم أعطيت يونشان أعطي البنتي ما دم تمدوا لي سيلي بعتار رأنا نحن الاستعلامات أول حاجة رأحنا للسكتار رفعنا شكوة رأحنا كما يقول كل الشكوة العدلة الشكوة الدائرة الشكوة المحكمة نحن رأنا كما يقول تقدمنا بشكاوي شكاوي مفادها أنه كما يقول تخرج لجنة تحقيق لجنة تحقيق وشيه تجينا من جزائل عاصمة على خاطر لجنة الأخيرة اللي خرشت في ولاية باتنا فيها يلوش كبير كاننا 52 ألف دوسي يعطيونا 1400 لم يمدوها 1400 نطلب بلجنة وطنية تفتح تحقيق في قائمة السكن الاجتماعي من 2011، 2010، 2009 جماعة رأي بزاف مضرورة تحقيق شامل الرشوات غاط عليها المعرفة غاط عليها الله ليس هذه رأي فيها تلعوبات كبيرة السوقنات رأي مفرمين مكريين مفرغانين مبيوعين تلعوبات كبيرة المقصيون من المحتاجين بالآلاف ومنهم من تعد حالته غير قابلة للتأجيل سليم ضحية تسمى منزء بقي بدوار الديس شمع منزله ليبقى مشردا في حالة أخرى لا يزال عمي عبدالله بطمشيط ومنذ 28 سنة يتخذ من هذا الكوخ ملاذاً المرض والفقر وقلة الحيرة والسؤال دوماً لماذا أقصى؟ ثمانية وعشرين سنة وأنا هنا في هذه البيت هذه مولاها مسكينة أعطها لي قال يسكن فيها أعطها وحطها للبيع أنا الجيل أنا أعطني تري سيتي من هذا وكل من هذا يصدق عليها حاجة راني منها عدرت الدوسي في 2005 لليوم أعطهني سليم عبدالله صابر هشام والزهر وآخرون يتساءلون بحسرة لماذا انكمشت حيث تباطنا من السكن الاجتماعي عكس باقي الولايات وحتى بصيص الأمل بدأ يفقد وهجه في أوجه حاصرتها الحصرة والأسئلة